أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضبية معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة وخلال اللقاء شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وحرص الجنبين على تنميتها وتطويرها في ظل رعاية قيادتين البلدين وحكومتيهما لمسار هذه العلاقات والتعاون الوثيق الذي يربط بينهما لدى لقاء سموه بوزير الخارجية المصري دع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى تعزيز التضامن العربي وأحيائه وتفعيل التعاون بين الدول العربية واصفا سموه المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بأنهما ركزتان أساسيتان في الجسم العربي وكلما تعزز التعاون بينهما كلما كان ذلك لمصلحة الأمة العربية خاصة في ظل تحديات خطيرة تحدق بالأمة فييد الشقيق لا تمد إلا لشقيقه وأياد دول الخليج وفي مقدماتها المملكة العربية السعودية ممدودة إلى أشقائها العرب والمسلمين ومصر دولة شقيقة يدها ممدودة لجميع شقيقاتها والأياد يجب أن تتشابك لردم أي هوة تؤثر على اللحمة العربية فالعرب بحاجة إلى مصر على قدر حاجة مصر إلى العرب فيما نقل وزير الخارجية المصرية دعوة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ودولة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري لزيارة جمهورية مصر العربية وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وحرص الجانبين على تنميتها وتطويرها في ظل رعاية قيادتي البلدين وحكومتيهما لمسار هذه العلاقات وتعاون الوثيق الذي يربط بينهما وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تمثله جمهورية مصر العربية الشقيقة من عمق للعربي وملهم ثقل سياسي في المنطقة والعالم لافتاً سموه إلى حرص مملكة البحرين على زيادة يفق التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات ونقل وزير الخارجية المصري لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء موقف رئاسة وحكومة جمهورية مصر العربية الداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين والحرص على تنمية التعاون بينهما في المجالات كافة وبخاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية وقال إن أمن البحرين من أمن مصر وهو كل لا يتجزأ فيما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري عن رفضهما لكافة أشكال تدخل في الشأن العربي وبأهمية التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري لمجبهة التحديات التي تحيط بالأمة العربية ترجمة نانسي قنقر